في بداية أشغال هذا المجلس تتبع مجلس حكومة عرضا حول معطيات ومستجدات انتحانات البكالوريا دورة 2023 قدمه السيد شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأفاد السيد الوزير في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 400 حوالي 426 ألف بزيادة عددية بلغت 62 ألف وخمسمائة وثلاثين أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022 يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين وبلغ عدد المترشحين والمترشحات الأحرار 132 ألف كما تطرق العرض لأبرز مستجدات هذا العام والتي تهم الرفع من مستوى تأمين شهادة الباكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد والتي تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير الطربوي وخاصة مجال تقويم الامتحانات مما ينسجم مع التحول الرقمي ويساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال كما ستبكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات الرقمية تفاعلية والتحقق الآن من صحتها ولضمان نجاح هذه الدورة تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات حيث تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوتائق تأطيرية فضلا عن تكتيف حصص الدعم الطربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة